العضو الجنسي الدكاري أول حاجة تخسر عنده ديابيتك تكون واحد ضعف جنسي اللي هو يمكن يتعالج في العالم كله بزراءة دعامة داقم مغربي 100% اللي هو يزراء دعامة اللي هي بهذه الطريقة ديال كتنفخ في عميد أخا دكتور غيدال إذا ممكن تهضر لنا العملية لدوته مؤخرا بالنسبة لزرع دعامة قابلة النفخ الواحد الشخص اللي كان عنده مشكلة في الانتصاب هذا السيد كان عنده كونسير ديالا بخوستات سرطان اللي هو افتح عليه عملية نشحات ومن بعد بيانشور مرى العمليات كيكونوا مشاكل أخرى مرى العمليات أو مرى الراديوترابي نفس الشي كيكون واحد ضعف جنسي اللي هو كي يمكن يتعالج في العالم كله بزراءة دعامة اللي البرتكولاريته سيكون مغربي طاقم مغربي 100% اللي هو كيزرع دعامة اللي هي بها الطريقة ديال كتنفخ فيها مدخة ومغربي يستفد منها وإحنا فرحان اللي مقشو حنا دكتور كيفاش كتخدم هاد المدخة هاد المدخة كتحاول كتحاول تدير العمل الطبيعي ديال بني آدم كيف دير مفرود كتنفخ بالدم كتقوم العملية ومبعدني كيسالي كينوح البطنة اللي هي كتوش هذا السيستم اللي هو غالي كيقدروا يخلصوها على رأسهم الناس اللي هم قدين يعطيوا لرأسهم واحد العناية طبية ومفرود هاد الناس كتكون العمر ديالهم ما بين سبعين ستين ثمانين أشخاص اللي هما صغار في السين وش ما كي يخدعوش لهذا العملية هادي أشخاص اللي هما صغار في السين ما غايكونش عندهم الكنسيغ اللي هدا مرض كيجي من الستين لفوق الناس صغار اللي يمكن ديروا لهم حالة دوامة كيكونوا دي ديابيتيك اللي هما تيبدو اللي هما عندهم مشاكل كبيرة مع السكار ديالهم والعضو الجنسي الزكاري أول حاجة كتخسر عنده ديابيتيك الناس ما كيهدروش على هاد شي كيشوفوا العينين كيشوفوا الرجلين كيشوفوا الحقيقة والعضو اللي اللي كيمشي هو هادا كيكونوا أقراص طبية وواحد الوقت ما كيبقواش يعاونه وهنا كيمكن لنا نديروا زرع دعامة المريض اللي هو مازال صغير النوع التالت تعال مرضى هما عندو كلي عندهم الفيت فينوز الأضو الدكاري العادي كيتنفق بالدم أو تاني والدم اللي غادي جي كيخسو يكون كتر من الدم اللي غادي يمشي ألو غيلا كيولي الدم جاي قل من الدم اللي كيمشي كيبقار طب وما يقدرش يقوم بالحياة الجنسية ديالو دونك هنا كنجيوا أو تاني وكنديروا لهم دعامة كي النوع الآخر الرابع هادو قلال ولكن هما محتاجين عناية طبية هما لنيغولوجيك هاداك لي مبقاش كيحرق لرجل مش لولين دونك هذا الواحد اللي هو ما كيحش بالعضو ديالو غادي كون غير باش نكملوا له واحد من ثلاث اللولين للي عندو السرطان للي عندو السكري للي عندو ذاك لفيت فينوز هادو كلهم كيحسوا بالعضو ديالهم وكيقوموا بعملية جنسية كاملة بالرعشة وبكل شي تلخر هادو الاخر اللي هو الرابع اللي هو مش لول هادا ما كيحش تكلمينا دكتور مورا العملية كيفاش كتشتغل هادو المدخة واشكت الشخص كي ياخد انفورماسون وباش عرف كيفاش يستعملها او كيفاش كتشتتعامل معه هلو الشخص مورا العملية كأي جراحة كيخص الجرحة تبرى وكيخص المريض يصحح يوقف احنا كنشوفوه من كنتبعو الجرحة من كاتبرا جو سيمانات من بعد كنحاولو ننفخو ونفشو المدخة جو سيمانات خرا اللي هو شهر مورا العملية كنعودو نفس العملية باش العضو يولف ذاك الكوغي ترانجي لوسط منه ومن بعد ستت سيمانات كنعلمو المريض وكيقدر يستعملها شهر ونص مورا الجرحة كيقدر يستعمل الدعمة ديالو ويعيش حياة عادية 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 هذي عالاش غالية هذة الدعمة حينتاش كتمتل الحياة العادية صعيب تفهم بنات سيد عنده دعمة اللي هي بدات مدخة اخدرنا شوي على التكلفة العمالية إنك لسينا غالية ولكن في حدود كم ممكن يديرها الشخص؟ هذا الدعمة اللي فيها ثلاثة ديالي بياس اللي هي بدات مدخة سيليكون هذي تقنية آخر ما كان في الدعمات وهذي كتقام ما بين 14-15-13 مليون لونك المريد يخصو يكون بيانشور موجود أو العائلة ديالو يقدر يخلص بحل هذه الشي مع الأسف التأمين باقي ما كياخدش عنشاغ جاد النوع تعالى العماليات بالنسبة لهذي هذي آخر ما كان الغالية وكان الرخيصة اللي هي معروفة دعمة نقولوا اللي هي مكتش هي دي ما قاسحة ولكن كتأواج لكي لبس لكولوت المريد لكي يقدر يتمشى هذة ولكن هي تمسو كتحسب شي حاجة قاسحة كنا لك هذي كتقام بـ 3 مليون ونص دابت تكلمين على الشخص من يغدير زراعة هالدعمة القابلة للنفخ واش غسبق عنده مدى الحياة أولا كيبتلها كل فترة الكنستركتور والاندوستريال كي عطيونا غارانتي ديال ديزان ميل مفرود إلا تعمل معهم زيان المريد أو كان عندو أحد دون بألة فمشان مرال عمالية كي يمكن تبقى مع 20 عام و30 عام صحيح جميع الحواج يمكنكون فهم دي بتي سوشي دي بتي سوشي دي بتي سوشي حتا دي جراحة يمكنكون دي بتي سوشي لهم ما ركوبérable ولكن مفرود حياتو كله يبقى برون سوشي 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 دي بتي سوشي بيتي سوشي اشتركوا في القناة